موسيقى هذه أخويا صورة نادرة جميلة جداً هذا الأب روحي بيركاك في الندريدة الندريدة كان ماتش في الندريدة من الطريف في الجزاء موسيقى أنا محمد زيادة وخلوق هنا في عام 34 عام 34 فيها العابة ديال الكاكب الزاف دازو وكما كان سبق لي قلت وقلت لحب كبير معنا وبالنسبة للمحال هنا فهواء أمبورتي باش كنعيش بي أنا وليداتي وفي نفس الوقت دير متحف متواضع القاعدة اللي دار القاعدة اللي قدم شي حاجة زوينة وعطا الدم ديال وندي رياد يقوني طريفة كان نحاول أن يكون معنا هنا الفكرة جت حيث الحب كين أصدقاء أو تاني عندي شي أصدقاء تومة قلنا على اسموه كنا كانت نتناقشوا بزاف على وبدينا كانت نخرجوا بصورة بصورة القاعدة اللي خلقت طيب في النادي الرياضي القنيطري كان يستهل يكون هنا أول حاجة اللي ما درتوش الراس يدرتول الناس درتول القنيطريين باش يشوفوه وفمتي وكيلي يتفكر ليام كيلي كيلي كيب هذا بزاف بواحد الفئة من الجموع اللي ما تعرفوش اسميات ديالة اللعابة كاملين و هذا هو الهدف اللي كان فمتي الناس تعرف هاد النجوم و هاد الأساطير اللي دازو اللي يصنعوا التاريخ ديال النادي الرياضي القنيطري و لعبوا في المنتخب الوطني المغربي رايوس الشيبو كيلعب بزاف اللي لعبوا بوجمع بالخريف خليفة البوحياوي مجيد كيلفتاح كيلعب بزاف الصواري الصواري أنا ديما تندويع لي وامقا ديما ندويع لي أصلا تتواجد معي الحفيد ديال الاب الروحي الصواري أنا الصواري هذا الحفيد ديال حاج الصواري اللي رحموي ولي برحمتي الله ديما معانا وتوا عرف قول صغيرة وكبيرة وكيحب النادي الرياضي القنيطري ديما يوميا كيجوا عندي لعبين يوميا وعاليوما كان معي جاءني واحد لعب وكان شرف كبير عبد حق أمقران من صنع ملحمة ثمانين واحد وثمانين العامة دا كانت نادي الرياضي القنيطري كان فارغ كبير كان 11 لعبا وعشرين غالثة يعني كلهم كانوا لعبا في مستوى كبير حقوا أنهم يديوا البطولة بواحد وثسعين نقطة وتعادلوا ماتش واحد مع الفتح الرياضي الرباطي فقط وربحوا جميع الفراقي وكانوا عشرين فرقة الأزمة اللي عاشها النادي الرياضي القنيطري حرام يعيشها النادي الرياضي القنيطري حرام أنا أقولك على الرؤسة أكام اللي يدازو الوقت اللي مشفاء حاكم دومه جاءت الجنات الصحيحية منجا البوعناني خدم رئيس دي النادي الرياضي القنيطري عاش نقولك كان تلكاك في القسم الوطني الأول وحتى الميزانية يعني خلا فائط في الميزانية مشاف حالاته وخلا فائط في الميزانية يعني الرئيس الواحد كما كان قلولي خلا بلاستونقية من بعد الرؤسة أكام اللي جاءوا من مور البوعناني فهما اللي يدمروا النادي الرياضي القنيطري هو ما اللي يوصلوا للحالة هذه اللي كتشوف المكتب اللي جاء جديد برئاسة حاكيم دومه أنا كان عرفوه هو ديزا خدم في الكاك وكنا كان عرفوه تيب غير كاك أنا تنتمنى أنه يخدم راجل لهو للمون خريطي اللي معاه للمكتب اللي معاه للمدريب لقاء المكونات اللي جاء اللي جمعهم حاكيم دومه كانت منهم أنهم يخدموا رجال يخدموا بضعمير ما يضيعوا تاواحد لحقاج هذا المكاتيب كامل اللي داست ضيعوا أجيال ضيعوا موايب بزاف قنيطرية بزاف موايب خرجوا لهم على حياتهم الجيل الجديد مرحبا بكم أخوكم هذا المتحفراتي تحسب لكم فما أجيوا مرحبا بكم أجيوا تعرفوا وتعرفوا بزاف حوايج بس تنميوا العقل ديالكم وبستعرفوا بالقيمة ديالنا ديال رياضي القنيطري شوية هكذا كان شباب جاي من كونسكا كان عقل عليها هذه العابة بزماء الخريف والحومة ديالي صانع تول عمزاني بتاريخ الكاتف وأكل العاب في المنتحر الوطني المغربي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبراس